موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث كما نقول دائما ناديكم الأول للصحافة في فلسطين وواجهتكم للتحليل السياسي الترحيب أيضا موصول لضيف من قطاع غزة عبر الأقمار الاصطناعية لأستاذ أكرم عطلاء الكاتب والمحلل السياسي تحياتي أستاذ أكرم مرحبا بكم وإستاذ المشاهدين أهلا بك أستاذ أكرم كالعادة نبدأ بجولة سريعة لأبرز ما تداولت الصحف المحلية والعربية والإسرائيلية والأجنبية من عنوين ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش لنكمل من تهينا عنده يوم أنس لنتابع نبدأ جولتنا لهذا اليوم بأهم ما جاء بالصحف المحلية فجريدة القدس عنوانات مشروع حل الدولتين يتلاشى ويجب إنقاذ السلطة من الانهيار ونقلت عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد القيادة تتفق بالإجماع على تأجيل بحث إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى مباعد طلب العضوية إلى صحيفة الأيام سلطات الاحتلال تشرع ببناء جسر مشاير بط بين مركز استيطاني وصولا للنفق ساحة البراق في القدس ونقرأ أيضا وفد حماس يبدأ محادثاته في القاهرة ومن الأيام إلى الحياة الجديدة التي كتبت عن مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس نقل الأسير البرق إلى العناية المكثفة في وضع صحي صعب وعلى ذات الصحيفة إصابة ثلاثة مزارعين في اعتداء للمستوطنين ببلدة حقربة ننتقل إلى الصحف الصادرة في بعض الدول العربية ومن مصر وجريدة الأهرام اتفاق مصري تركي حول سوريا ومرسي يزور الأنقرة قريبا أما صحيفة الدستور الأردنية التي نقلت عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق مرسي تحركه مصالح بلاده والأنفاق أغلقت بشكل لم يحدث في عهد مبارك أما صحيفة الغد دبلوماسي إسرائيلي يحذر من سطوة المستوطنين على الحكم صحيفة النهار اللبنانية كتبت عباس بحث مع قناص الأمريكا وأوروبا في الأزمة الاقتصادية والسياسية نصل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ومن الشرق الأوسط نبدأ مناورات قبالة هرمز بقيادة أمريكا تعد الأطخم في الخليج أما القدس العربي فكتبت حكومة حماس تعلن أن تحقيقاتها واتصالاتها بالقاهرة تؤكد عدم مشاركة فلسطينيين في هجوم سيناء إلى الحياة اللندنية محكمة في غزة تصدر حكمين بالسجن المؤبت في قضية اغتيال ناشط إيطالي ومع قراءة لأهم عنوين الصحف الإسرائيلية بداية مع يدعوت أحرنوت الفلسطينيون يتظاهرون ضد الفيلم المسيء أما هارتس فكتبت تصريحات أوباما ضد مصر تحدث زلزالا وأخيرا من صحيفة معرف مصر عبرت عمليا بالتزامها بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ونختم هذه الجولة بأهم الصحف الأجنبية ومن واشطن بوستنقرة تنظيم مسيرة ضخمة من قبل حزب الله احتجاجا على الفيديو المسيء للنبي محمد أما صحيفة نيويورك تايمز شريط فيديو يظهر محاولة ليبيين إنقاذ السفير الأمريكي صحيفة لوموند الفرنسية كتبت السفارة الأمريكية في القاهرة تتحدث عن المخاطر التي قد تحدث في ظل تزايد الاحتجاجات على المشاهد المسيئة للإسلام في الفيلم الأمريكي وأخيرا من صحيفة زمان التركية الرئيس اللبناني يصدر أوامر بفتح تحقيق بخصوص قصف الطائرات السورية مواقع على الحدود السورية اللبنانية أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نتحول إلى قطاع غزة حيث الأستاذ أكرم عطلة أستاذ أكرم كنا يوم أمس تحدثنا في نصف ساعة كاملة حول التهديد الإسرائيلي بضرب إيران أو هل الحرب قريبة كما يقول هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي السابق أو التهديدات الأمريكية من قبل إسرائيل أو التهديدات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة حول الخطر الإسلامي في المنطقة وقالت إسرائيل بأننا حذرناكم وأنتم أصريتم أن تدفنوا رؤوسكم في الرمال هذا الحديث موجه لأوباما انتهينا في الحديث يوم أمس عن مسألة المصالحة الفلسطينية وتوجه حركة حماس القادم الزيارات الأخيرة لحركة حماس قياديا من رئيس المكتب السياسي أو من قيادات من قطاع غزة نتحدث عن إسماعيل هنية أثارت ردود فعل كثيرة في شارع الفلسطيني أنه تحديدا حول إسماعيل هنية ولقاءه مع هشام قنديل والرئيس الوزراء المصري بأنه بأي صفة يلتقي ثم الأبو مرزوق يتحدث بأنه شرعية شرعية إسماعيل أو حركة حماس هي من يتمتع بالشرعية أو إسماعيل هنية هو من يتمتع بالشرعية في هذه اللحظة بين من هو شرعي ومن هو غير شرعي في هذه المرحلة عدنا لنتحدث عن أساسات القانون الفلسطيني الأساسي وعن الحالة الفلسطينية الداخلية وما أفرزته من حال صعب على الشارع الفلسطيني من ناحية وما أفرزته حراك الشعوب العربية وما يسمى بالربيع أو بالربيع العربي وتعامل هذه الإفرازات أو هذه النتائج مع حال القضية الفلسطينية مصر وحركة حماس إلى أين باعتقادك؟ يعني علاقة مصر يبدو أنه لم تتضح بشكل نهائي مع الفلسطينيين بشكل عام والملاحظة أن هناك ارتباك حتى اللحظة بإدارة الملف الفلسطيني من الجنب المصري يعني مرة الحديث عن منطقة حرة ومرة هذه المنطقة حرة تتطلب موافقة السلطة الفلسطينية ومرة الحديث عن مصالحة ومرة تخفط المصالحة ومرة حماس فتح على نفس المسافة ومرة تكون حماس أقرب بالنسبة لمصر واستقبال ربما السيد سماعين هنية اليوم في القاهرة هو دليل على أن مصر ربما لا تقف على مسافة واحدة لأن هناك رئيسي وزراء والسلطة تقول أن رئيس وزراءها هو الشرعي وحماس تقول أن رئيس وزراءها هو الشرعي أن يلتقي السيد قنديل رئيس الوزراء المصري بسيد سماعين هنية هذا يعني اعتراف مصري بالشرعية هنا في غزة ورئيس الوزراء الشرعي هو في غزة وبالتالي هذا أمر ربما يتغير لاحقا وربما تعرب مصر عن موقف مغاير ومرة تلتقي أبو مازين باعتباره رأس الشرعية الفلسطينية ولا تعترب برئيس وزراءه أنا أظن أن مصر لازلت تقرأ بالملف الفلسطيني وقرأتها ربما على درجة من التحفظ وهذا التحفظ ناتج عن مسألتين المسألة الأولى أنه لا يبدو حتى اللحظة أنه مصر بدأت تتحفظ في الملف الفلسطيني باتجاه المصالحة كما يجب تريد أن تسمع أكثر من حركة حماس ولا يخفى على أحد أن الرئيس المصري الحالي هو أحد كوادر حركة الإخوان المسلمين وحركة حماس هي جزء من الإخوان المسلمين وبالتالي ربما يريد أن يسمع ماذا تريد حركة حماس بالتفصيل هذه مسألة واحدة وكيف يمكن أن ينتج مصالحة إلى حد ما إذا لم تكن على حساب حركة حماس أو حيادي بالنسبة لحركة حماس كيف تكون في صالح حركة حماس هذه مسألة الثانية هناك قلق مصري وهذا هو الأهم من مخطط إسرائيلي بدفع غزة باتجاه مصر هذا أصبح واضحا وبتأكيد الرئيس المصري في اللحظة التي وصل فيها للحكوم وضعت مراكز الدراسات التي تعنى بالشأن الإسرائيلي هذا الملف على طاولته وقالت إحذر إسرائيل تريد أن تلقي قطاع غزة باتجاه مصر وليس هناك خيارات إذن الرئيس المصري ومن هنا الارتباك الذي أتحدث عنه وهنا كثير من الشواهد والدلائل الارتباك المصري لسببين السبب الأول أنه كيف يمكن أن يرفع الحصار عن قطاع غزة ويفرج عن سكان قطاع غزة إذا أفرج عنهما إذا رفع الحصار عن قطاع غزة وإذا إنشأت المنطقة التجارية الحرة هذا يعني أنه قليلا قليلا تدفع غزة باتجاه مصر يعني أن الرئيس مرسي ابتلع المشروع الإسرائيلي ومن أجل أن لا يبتلع الرئيس المشروع الإسرائيلي يجب أن تدفعها مصر باتجاه أن تلحق بباقي المدن الفلسطينية هذا يعني أنه إذا قارننا ما بين المسألتين التي طرحتها أستاذ أكرم في المحصلة يجب أن تتولت قناعة أو إرادة لدى الرئاسة المصرية بأنه يجب تدفع باتجاه المصالحة ولكن هذا لم يحدث أو لا يحدث حتى الآن الغريب فيما قلت بأنه مصر مازالت تحتاج إلى قراءة الملف الفلسطيني أكثر والسماع لحركة حماس أكثر ولكننا لم نلاحظ أنها احتاجت لهذه الفترة عندما تحدثت عن الشأن السوري مثلا أو عن الشأن الإسرائيلي التي يعني صباحا مساء تعلن التزامها بالمعاهدات الدولية والحديث عن اتفاقية السلام مع إسرائيل ليس هذا غريبا برأيك؟ على ماذا يدل؟ لا المسألة لا تكون ربما على هذا النحو العلاقة مع إسرائيل هي علاقة ثابتة ضمنت باتفاقية ثابتة وترعاها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر الصعب أن تتنصل من هذه الاتفاقيات وهذه الاتفاقيات لها ثمنها والاقتصادي والدعم الأمريكي جزء من ذلك وهذه الاتفاقيات بعلاقة دولة لدولة وأي حكومة أو أي رئاسة تأتي عادة تعترف بالاتفاقية التي وقعتها خصوصا في الدول طيب ورعاية لهذه الاتفاقات أو أي رئيس آخر هو اضطر أن يقول نعترف بالاتفاقيات السابقة وهذا جزء من دولانية الدولة المصرية وربما هذا جزء من مأساتنا أن تجري انتخابات وانتخاب حزب آخر يقول لا أعترف بما اعترف به الحزب السابق هذا جزء من غياب المؤسسة لدى الفلسطين وغياب منظومة الدولة والتراكم الديمقراطي بها أليست رعاية مصر لملف المصالحة؟ هي وريثة للحكومات السابقة لكن الملف الفلسطيني هو إلى حد كبير شائك ومعقد ويتداخل بها الملف الفلسطيني بالبعد العربي وبالبعد الإسرائيلي والبعد الإسرائيلي عنصر حاضر بالملف الفلسطيني وإسرائيل تقف عقبة أمام المصالحة الفلسطينية وهذا واضحا وإذا أردت أن ألخص المعادلة أقول أن الرئيس مرسي يريد مصالح لأنه هي المخرج الوحيد له كي يتحرر من مسألة الارتباك ما بين انفتاح قطع غزة أو إغلاق قطع غزة والمسألة الثانية يريد الرئيس مرسي هذا الملف هذا الملف الذي يستطيع أن تنجز به الرئاسة المصرية في أول مئة يوم من عملها دون أن تدفع ثمن بالعكس هذا تقبض ثمن مباشر وهذا عدة رسائل يرسلها الرئيس مصري إذا أراد أن يتم هذا الملف يقول للإسرائيليين والأمريكان والأوروبيين وحتى للدول العربية التي تريد أن تمد يدها بالملف الفلسطيني يقول للجميع أنا الرجل القوي هنا الملف الفلسطيني في القاهرة لا أحد يتحدث نيابة عن الفلسطينيين أنا الوحيد مرجعية الفلسطينية هذا محتاجه الرئيس المصري لهذا ربما نراهن على الرئيس المصري ولكن الرئيس المصري يعني لماذا خلينا نناقش نقطة قبل أن نقفز لغيها بالأيام الأخيرة وهذا حصل بلقاءه مع الرئيس محمود عباس هل تسمعني أستاذك عندما تداول اقتراح اللجنة الرباعية اقتراح الاجتماع الرباعي الذي يتضمن الرئيس محمود عباس والرئيس مرسي والسيد سماعين هنية والسيد خالد مشعر رد عليه الرئيس الفلسطيني قائلا لذي سدي مشكلة بالاجتماع ولكن أنا أريد أن أبحث حول الانتخابات عطيني الانتخابات وسأجتمع مع كل حماس سدي المشكلة رد عليه الرئيس مرسي أنا أعتقد أنا حسب ما وصل قال أنه المشكلة لدى حركة حماس بقطاع غزة وبدأنا نلحظ بالأمن الأخيرة أن حركة حماس بقطاع غزة بمواقف مختلفة قليلا عن حركة حماس بالخارج وربما أنه تأجيل انتخابات رئاسة المكتب السياسية دليل على ذلك ونشعر أنه قيادة الخارج ممثلة بالسيد خالد مشعل تذهب باتجاه باتجاه أقرب لاتجاه المصري القطري اللي ممكن يكون واقعي بالسياسة بينما أنه قطع غزة ولا حضناء أنه بنفس الفترة هناك زيارة للسيد الدكتور محمود الزهار بإيران يعني تباعدت حركة حماس بالسيد خالد مشعل من سوريا ومن إيران وهناك اقتراب لغزة من سوريا وإيران وبالتالي هناك ربما خلاف داخلي أو تباين يعني ليس بالضرورة أن يكون خلاف هذا طبيعي لدى كل الأحزاب أن يكون ولكن هناك تباين هو الذي أصبح يعيق من مصالحة الجميع يعرف أن السيد خالد مشعل يعني يريد مصالحة وسبق هناك تسريبات وعلى العلان الحديث عن دفع السيد خالد مشعل والذي رؤية مختلفة طب والآن الآن أستاذ أكرم هذا لا يعني أنه يريد أن أقول هذا لا يعني أنه حركة حماس في قطاع غزة هي مسؤولة عن تعطيل المصالح مسؤولة عن تعطيل جزء كبير من المصالحة مسؤولة عن وقف عمل لجنة لخبارات المركزية وهي المدخل الحقيقي لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والمصالحة ولكن بالمقابل كان يجب أن تتزامن عمل لجنة الانتخابات مع تشكيل الحكومة المنوط بتشكيلها الرئيس أبو مازن ولم يشكل أيضا أبو مازن الحكومة وبالتالي يعني ليس حركة حماس وحدها لكن حركة حماس تتحمل المسؤولية الكبرى وعمل لجنة الانتخابات تأخذ كثيرا من الوقت وبالتالي كان يجب أن ينجز هذا الموضوع وهذا الموضوع إذا ما أنجزت لجنة الانتخابات عملها بالتأكيد لن يؤثر على حركة حماس سلبا لكن فيما لو اتفقت لأطراف يمكن الذهاب نحو انتخابات طيب أستاذ أكرم يعني أنا اسمح لي حتى أدخل في سلب الموضوع يعني مش عم تعطيني مجال نهائيا حتى أني أناقشك مسألة التيارات التي تحدثت عنها داخل حماس سيار الزهار أو تيار غزة وتيار الخارج مع خالد مشعل تحدثت عن تباين من أنه من يريد المصالحة ومن لا يريدها هل تعتقد بأن لقاءهما التياران في مصر يمكن أن يولد فكر آخر يعني هم صحيح مش بحاجة لوقت لا يلتقوا ولكن المناسبة إذا ما اتفقنا بأن مصر تريد المصالحة أو الرئيس مرسي يريد المصالحة هل تعتقد بأن تزامن لقاء التياران أو ممثلي التياران في القاهرة يمكن أن يولد شيء ما على هذا الصعيد يعني بالمعنى الفلسطيني التجربة تقول أن الفلسطيني أسهل عليهم الطلاق من الالتقاء حتى بالحزب الواحد من السهل أما تجربة القواسم المشتركة الفلسطينية هي تجربة ربما لا تبعث كثيرا على التفاؤل هناك تباين واضح بالكثير من القضايا ما بين حركة حماس بإقطاع غزة وحركة حماس الخارج وهذا التباين عطل كثيرا من المصالح الفلسطينية لم يبقى في إطار حركة حماس هذا خرج ليؤثر على مواقف حركة حماس وعلاقة حركة حماس بحركة فتح وربما على قتوب المصالح الفلسطينية وبالتالي هناك حالة من الشلل الفلسطيني إلى حد كبير يلعب هذا التباين الداخلي بحركة حماس دورا كبيرا بيه الرئيس مرسي أنا أعتقد أنه جزء من هذا اللقاء الموسع الذي يضم حركة حماس بالداخل والخارج جزء منه البحث حول يعني لا نصل إلى مستوى تسميتها مصالحة البحث حول التباينات الداخلية بحركة حماس لأنه لا يمكن الذهاب يعني الرئيس مرسي ربما عندما بدأ يبحث في ملف المصالحة المصالحة بين حركتي فتحه حماس ولكن اكتشف أن هناك تباينا في حركة حماس عليه أن يحله أولا ثم يوحد حركة حماس للذهاب نحو مصالحة مع حركة فتح أنا أعتقد أنه هذه اللقاءة في القاهرة جزء منها هو بحث هذا الموضوع الداخلي بحركة حماس طب هل تعتقد أستاذ أكرم أنه حركة حماس في قطاع غزة تحاول تدارك ألا تنتقل الأزمة وحجم الاحتجاجات التي شاهدناها مثلا في الضفة الغربية الرغم أنه شراطه خرجت من قطاع غزة يريدون تدارك هذه المسألة بأن يبرموا أو يحصلوا على شيء ما من المكاسب من الحكومة المصرية الحديث عن منطقة تجارية حرة بين مصر وقطاع غزة من ناحية أخرى الحديث عن فتح معبر رفح وإن كانت المحاولات أكثر تذهب باتجاه فتحه تجاريا وليس فقط بشكل مدني هل تعتقد بأن السرعة في التحرك على هذا الصعيد يمكن أن يكون مردها هذا السبب أو تأبيدا لحكم الحركة في قطاع غزة لا يعني حركة حماس لديها برنامج أكثر وضوحا من ذلك ومنذ سنوات هي تسعى لتحسين حياة الناس في قطاع غزة ليس فقط حتى لا يتمردوا عليها وأنا أقول أنه من الصعب ربما التظاهرات في قطاع غزة أصعب منها في الضفة الغربية لماذا؟ هناك قدر أكبر من الخوف الناس جربت أكثر من محاولة الخروج في الشارع كان الرد قاسي على الناس بالتالي تتردد الناس كثيرا في الخروج ضد حركة حماس هذا واقع ولكن حركة حماس لديها برنامج أكثر وأبعد من ذلك وتعتقد أن التغيرات الإقليمية خدمت هذا البرنامج وهي على الطريق لتحقيق الإنجازات وربما أن هذا جزء من تعطيل المصالحة مع حركة فتح ووقف بناء النظام السياسي الفلسطين حركة حماس تعتقد أن التغيرات الإقليمية وربيع العربي بدأ يحدث تشققا في وهذا قيل على لسان أكثر من مسؤولة على رأسهم السيد سماعين هني قال أنه تشقق الجدار الحصار وبالتالي حركة حماس حرمت من تقديم النموذج وما قدمته من نموذج هو نموذج محاصر حالة من الفقر حالة من البطالة قلة في تقديم الخدمات بمعنى أن هذا النموذج لا يعاد تكرار انتخابه من نسبة للمواطن الفلسطيني أنا بقطع غزة وأسمع أن هذا النموذج حركة حماس حركة وطنية هذا كلام ولكن مختلف عن النظام السياسي الذي أريد أن أعيش في خلاله بوضع اقتصادي جيد بكرانة اجتماعية بمعنى المالي بوضع مختلف أنا بظن أن حركة حماس تحاول من قبل الانتخابات وهذا ربما أعطى الانتخابات أنه في كل مرة هل يمكن السؤال يطرح هل يمكن أن تذهب حركة حماس إلى انتخابات في ظل أنه النموذج لم يقدم بعد هي تعتقد ولديها اعتقادات وطموحات أيضا أنه إذا ما تمكننا من رفع الحصار عن قطع غزة فإننا سنقدم نموذج هو الأفضل في المنطقة هي تقول ذلك ومن حقها أن تقول ذلك الحصار بدأ يتفكك والربيع العربي هو ربيع إسلامي وصبت كل هذه المتغيرات في صالح حركة حماس وستعطى حركة حماس الفرصة لتقديم هذا النموذج كيف ستعطى الفرصة؟ يفتح المعبر على مدار الساعة وهو المعبر بدأ يفتح ويصل الرقم إلى 1400 مواطن يوميا وهذا نسبيا إلى حد ما بعيدا إلى الصيف هذا كافي في هذه الأشهر شهر تسعة وعشر وعشر يعني بعد المدارس والرحلات وزيارة الخليج المسألة الثانية منطقة التجارة الحرة وهي التي ستحدث إنعاشا في قطع غزة وتستطيع أن تبني اقتصادا في قطع غزة كل ذلك يمكن أن يساهم بأن تقدم حماس النموذج هذا برنامج هذا كانت تريده منذ ما قبل الربيع العربي وما قبل التغيرات في المنطقة هذا الآن أكثر سهولة وبالتالي تذهب حركة حماس لتتمكن من تقديم النموذج الذي لم تقدمه وليس خوفا من حركة جماهرية يمكن أن تندفع في الشارع طب يعني أستاذ أكرم إذا كان الكلام على هذا الأساس معناته ما نحكي عن المصالحة من ولا سنين حتى يعني تصل حركة حماس لقناعة يعني شوفي المصالحة منوطة بثلاثة أطراف لنكون أكثر وضوحا مصالحة مش منوطة فقط بحركة حماس حركة حماس أنا أظن أنها الجزء الأكثر معطل وحركة حماس بالقطاع غزة ولكن أيضا الرئيس الفلسطيني إلى حد ما بعدم تشكيل الحكومة يتحمل مسؤولية الرئيس مرسي أيضا هو المسؤول عن إتمام المصالحة الآن وبالتالي ليس فقط هناك ثلاث أطراف للمصالحة الفلسطينية يعني من يريد أن يقول حماس الجزء الأكبر بتعطيل المصالحة حماس الجزء الأكبر بتعطيل المصالحة ولكن ليس وحدها مسؤولة عن تعطيل المصالحة وهذا واضح القيادة الفلسطينية أيضا تتحمل إلى حد ما جزء بالمسؤولية الرئاسة المصرية الآن هي المسؤولية الكلية عن إتمام المصالحة إتمام المصالحة هو يحتاج إلى ضغط خارجي وهذا الضغط الخارجي لا يتوفر إلا لدى مصر طيب أستاذ أكرم في مسألة أيضا للعلاقة المصرية وحركة حماس مسألة السلفيين في قطاع غزة والحديث عن حجم ملاحقة كبير في صفوفهم من قبل حركة حماس ماجد عزام في صحيفة المستقبل كتب مقالة بعنوان غزة حماس ضد السلفيين كيف ولماذا يقول بأنه نزعت حماس القفازات في مواجهة الحركة السلفية الجهادية في غزة وشنت ضدها حملة اعتقالاتها الأقسى والأوسع انتقلت من شارع إلى شارع حسب تصريح أحد قادة السلفيين في سلفيين حركة المقاومة الإسلامية تدفع الآن وفي سعيها نحو مستقبل أفضل لها ثمن أخطائها وسياساتها التحريضية ضيقة للأفق وقصيرة النظر خلال العقد الماضي والتي كانت السلفية الجهادية أحد تجلياتها وثمارها المسمومة يقول بأن تتصرف حماس الآن باعتبارها السلطة الشرعية المنتخبة والتي من حقها اتخاذ ما تراه مناسبا من سياسات ورؤى بما في ذلك طبعا التهدئة مع إسرائيل الحركة السلفية الجهادية من ناحيتها تعتقد أن لا شرعية فوق شرعية المقاومة وأنه يجب عدم السكوت في مواجهة الممارسات الإسرائيلية في الضفة وغزة من تهويد والسيطان وقتل وحصار من دون الاجتهاد والتفكير بأسليب غير عسكرية بالضرورة وهذا في الحقيقة تكرار عكسي لما كان زمن السلطة الفلسطينية الأولى حيث تبدو حركة السلفية الجهادية وكأنها تستنسخ خطابة ومقاربة حماس أنذاك نفسه تجاه السلطة والحكومة ما رأيك بما يقول ماجد عزام حتى الآن يعني هذا صحيح الحالة السلفية ربما بدأت في قطاع غزة ومنذ سنوات ونذكر ربما المعركة الكبرى معركة مسجد ابن تيمية الذي قتل فيه 28 مواطن فلسطيني يعني عندما قامت أحد أفرع الحركة السلفية بعملية عملية على ماجبر كارني عملية الخيول الشهيرة استخدموا فيها الخيول وسميت بهذا الاسم وإسرائيل قتلت كل الذين شاركوا بهذه العملية وبعد ذلك أعلن أحد زعماء السلفية باقطاع غزة الشيخ عبداللطيف موسى إعلان دولة سلفية بمنطقة رفح وبالتالي فورا تم الهجوم على المسجد وقتل من قتل ودمر المسجد هنا على العموم وهذه ربما هي المعركة الأبرز والأشرس وبعد ذلك السلفيون الذي لم يعجبهم بالبداية حكم حماس واعتقدوا أن هذا الحكم هو حكم يخترب إلى حكم النظام السلطة والتهداء مع إسرائيل نعم نمتعجبهم وبدأوا يزاودون على حماس بالمعنى الأيدوليجي باعتبارهم أقرب أكثر تمسكا بالشرع وبالمعنى السياسي باعتبارهم أقرب للمقاومة هذا صحيح هناك ربما تكرار لتجربة نموذج حركة حماس وهذه الحالة الفلسطينية ولكن الأمر اختلف بعد ذلك بعد هذه المعركة أنا بظن أنه شعر السلفيون بقوة حماس ومنذ معركة مسجد ابن تيمية ليس هناك تحركات للسلفيين أو عملية للسلفيين يعني هناك قدر من الحسابات التي يجرونها ويدركون قوة حركة حماس وقدرتها على البطش بهم ربما مثلت إطلاق الصواريخ من قبلهم أو حتى عملية رفع أو جريمة رفع نعم بالفترة الأخيرة بالفترة الأخيرة الصواريخ أتت هذه لنقول أنه العملية في مصر عملية أربعة آب الشهر الماضي هي العملية التي دقت من جديد ناقصها الخطر بالنسبة لحركة حماس وجرى الحديث عن تعاون من قطع غزة من سلفي قطع غزة وحركة حماس اضطرت لمراحقتهم لسببين السبب الأول أنه هذه العملية أتت في وجه الرئيس المصري الجديد وهو من الإخوان المسلمين وحكم الإخوان المسلمين بالتالي لا يمكن أن تسكت حركة حماس على من يشارك في خدش يعني التجربة الإخوان المسلمين في مصر لأنه تستمد قوتها من هذه التجربة المسألة الثانية أنه بدأوا يلقون بالصواريخ بدأت حركة حماس تلاحقهم فردوا بالصواريخ على إسرائيل حتى يحرجوا حركة حماس ليقولوا أن حركة حماس تلاحق المجاهدين يعني بين هلالين وبالتالي أرادوا أن يضعوا حركة حماس بموقف حرج لكن كان واضحا أن الصواريخ تنطلق لإحراج حركة حماس وليس بهدف الجهار كيف ستنتهي هذه الأزمة باعتقادك في القطاع من وجه نظرك يعني لا حركة حماس على قدر كبير من السيطرة على الموضوع تسيطر على الموضوع واعتقلت عدد كبير منهم ومن لم تعتقله حركة حماس هو غائب تماما على الأنظار ليس هناك قوة سلفية يمكن أن تقف في واجه حركة حماس هل تكون بذلك انقلبت على برنامجها أو شعاراتها التي رفعتها في السابق أستاذ أكرم من هل تعتقد بأن حركة حماس بذلك تكون قد انقلبت على شعاراتها التي رفعتها في السابق من المقاومة وضرب إسرائيل وما إلى ذلك؟ لا لا السياسة كان حي لا يمكن حديث يعني بستاتيكا بالمعنى عندما نتحدث عن السياسة أنه عندما انطلقت منظمة التحرير الفلسطينية لتحرير الفلسطين كل فلسطين والآن تتحدث ببرنامج السياسة تحتمل متغيرات وحركة حماس في المعارضة غيرها حركة حماس في الحكم في المعارضة كانت كل كلمة كومشي هي ليست مسؤولة عن شيء عندما وصلت الحكم أدركت أنه هناك عدو قوي اسمه إسرائيل وليس من السهل أن تفتح معه معركة كل يوم كانت تستسهل ذلك في المعارضة لأنها لم تكن من يتحمل المسؤولية نذاك لديها ما تخسره الآن هي تبحث عن الشرعية لم تكن أن تبحث عن الشرعية العربية الشرعية الدولية الشرعية الدولية تعترف بإسرائيل الشرعية الدولية تعتقد أن هناك اتفاقيات وقعت الشرعية الدولية ربما تتطلب ثقافة سياسية مختلفة عن ثقافة المقاومة والمعارضة وبالتالي بدأت حماس بالإضافة لأن هذه التجربة هي أنضجت حركة حماس بالمعنى السياسي يمكن أن أقول لك لو كان سؤالك على نمط أنه هل نضجت أكثر حركة حماس سياسيا يمكن القول ذلك نعم أن حركة حماس أصبحت أكثر نضوجا منذ وصولها للسلطة فالمسؤولية ساهمت في أنضاج حركة حماس أكثر طيب ولكن الذي يستغرب الشارع الفلسطيني أستاذ أكرم سؤال أخير أنا دركني الوقت وأخشى أن ينتهي وقت الأقمر الاصطناعية أن هذا النضوج كان ينتظر الشارع الفلسطيني أن يفسر أو أن يترجم بمصالحة بين منهم ناضجين أو منهم على النضج الكافي لإدارة شؤون البلاد ولكن يبدو أن البوصلة مختلفة كليا عند حماس لا هو فيه تغيرات في الإقليم وهذه التغيرات تعتقد حركة حماس بقطاع غزة شوف هذا موضوع طويل حركة حماس كانت قيادتها في سوريا وقيادة غزة هي تتلقى ربما يعني التعليمات من سوريا أمانة المكتب السياسي والقيادة والعلاقات الخارجية والمال كله بسوريا ضعفت القاعدة الخارجية وبالتالي انتقل مركز الثقل أكثر إلى قطاع غزة والتطورات الإقليمية خدمت مركز قطاع غزة وبالتالي أرادت الحركة أن تنقل مركز الثقل للقطاع وربما نجحت إلى حد ما أو أحدث هذا خلافا بوضع حركة حماس الداخلي الآن أتت هذه التطورات الإقليمية لتقول أن رؤيتها هي أكثر صوابا من رؤية الآخرين وبالتالي من أجل إتمام المصالحة لأن نحن لدينا رؤية أصح نحن تمسكنا بالثوابت نحن لم نقدم تنازلات مصر سقطت وأصبحت أقرب لنا وبالتالي أوراق قوة جديدة أضيفت لنا بالإضافة إلى قدرتنا على النظر باستراتيجية أكثر للأمور لم نقدم أي شيء وبالتالي إذا أراد الآخرون أن نذهب باتجاه مصالحة فليأتوا هم ببرنامجهم إلينا وبالتالي الربيع العربي ربما ممكن أن يقال أنه أحدث نظرة مختلفة بنظر حركة حماس هذه النظرة جعلت حركة حماس أكثر قوة أكثر انتظارية هي تنتظر مزيدا من التغيرات وترى أن هناك تغيرات على الطريق وكلما تأخرت المصالحة فإن تغيرات الإقليم ستسقط أوراق قوة جديدة بيد حماس تجعلها أقوى في مواجهة الخصم السياسي الداخلي نعم للأسف دركني وقت البرنامج أستاذ أكرم عطلة الكاتب والمحلل السياسي رفقتنا من قطاع غزة عبر الأقمار الإصناعية شكرا لكم مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث حتى ألقاكم يوم غد هذه تحيات أميرة حنانية ومن طاقم البرنامج دائما ألف تحية إلى الزاوية الكاريكاتيرية فلتتفضلوا تمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة